هذا هو المدخل الرئيسي لشاطئ النقطة الحمراء في الجهة الغربية لمدينة شرشال طريق ملتوية تأخذنا نحو مركز الإقلاع لثلاثة قوارب لمهاجرين غير شرعيين في أقل من شهر واحد هنا وفي حدود الثالثة صباحا من يوم الجمعة ركب ثلاثة عشر شابا من بينهم امرأة قارب صيد بلاستيكي مزود بمحرك صغير آملين في الوصول إلى الضفة الأخرى وبعد ثلاثة ساعات من الإبحار قطع القارب خمسة أميال ليرتطم بمجموعة من الصخور وينفجر المحرك مخلفا نيرانا على متن القارب الذي تسبب في حروق بعض الشباب الذين تمكنوا من الاتصال بفرقة الغوص التابعة للحماية المدنية والتي سارعت رفقة حرس السواحل لإنقاذهم ونقل عشرة منهم إلى مستشفى المهام بشرشال الذي مكث به عشر ساعات قبل نقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات أين فرضت عليهم حراسة أمنية مشددة الغريب في القضية أن معظم المهاجرين من خارج الولاية وواحد منهم من ولاية واتسوف ما يوحي بوجود شبكة مختصة في تهريب البشر خصوصا بوجود مسبوقين قضائيا على متن القارب ثلاثة ضحايا يرجح أنهم لقوا حتفهم في عرض البحر بعد مرور يوم كامل من البحث دون جدوى فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات الأمنية والقضائية عن معلومات حول ظروف هذه الهجرة في قادم الأيام